أعمال شغب شهدها سجن أوريبانا في بنزويلا نشرت الذعر في صفوف السكان وبخاصة أسر السجناء وقالت مصادر رسمية أن أعمال الشغب دلعت عندما بثت وسائل إعلام محلية أخباراً بأن السلطات البنزويلية عرسلت جنوداً إلى السجن بحثاً عن أسلحة فما كان إجراءاً روتينياً تقوم به السلطات البنزويلية انتهى بمواجهة بين الحرس الوطني وسجناء ومن بين القتلى نزلوا السجن وعملون فيه ويتوقع أن ترتفع حصيرة القتلى ذلك أن عدد الجرحى يزيد عن مئة إصابة بعضهم خطرة وقد وصف نائب الرئيس البنزويلين نيكولا مادورو الحادثة بالمأساوي وقال إن السلطات بدأت بالتحقيق في ملابساته يأتي ذلك فيما اتهمت المعارضة السياسية الحكومة بالتقصير في ملف السجون المكتظة التي اشتهرت بأعمال العنف خلال السنوات الأخيرة وتصنف السلطات البنزويلية سجن أوريبانا بأنه أخطر السجون في البلاد بسبب تكرار أحداث التمرد واندلاع أعمال الشغب فيه وتشهد السجون البنزويلية اكتظاظا كبيرا وأعمال عنف بين السجناء وتتحدث الأرقام الرئيسية عن خمسين ألف سجين في حين أن السجون في بنزويل لا تتسع لأربعة عشر ألفا فقط ترجمة نانسي قنقر